التراهلات كمان احنا دلوقتي عندنا الجلد وفي مسافة ما بينه وما بين العضلات ففي دي مليانة دهون لو احنا شلنا الدهون ممكن الجلد ده يتراهل احنا عايزين حاجة تخلي الجلد يفضل ينزل ينزل حد ما يتشد بنفس القوة بحيث انه محصلش ان الجلد يبقى فيه تانية او فيه ضعف وطراهلات الالتراسونيك ويفز الموجودة في الفيزر بتتيح برضو ان هي تشد الجلد فبالتالي بنمنع حدوث التراهلات ما بعد عملية الشافت طيب حد دلوقتي يبقى سمعنا يقول لي ايه يا سلام حلو او يا دكتور دلوقتي انا دلوقتي واحدة او عندها تراهل في البطن او واحد خاص بدرجة كبيرة جدا بعد عملية تدبيس او نزول في الدايت كبير وعنده تانية كبيرة في البطن هل الفيزر يساعد كل الحالات دي مش معنى كلامنا ان الفيزر بيشد اي تراهلات في درجة من التراهلات الفيزر بيقدر يشدها الدرجة دي اللي هي اقل من 50% ودول ناس كتير قوي على فكر يعني عشان بس ما نقولش ايه يعني معنى كده مش كل الناس اه بس النسبة كبيرة من الناس بتستفيد طيب الناس اللي عندها تراهل شديد بقى عشان انا يعني طبعا بستغرب لما واحدة بتبقى جاية بتقول لي يا دكتور انا عايز اعمل الفيزر الحمد لله انا اسمعت الحلقة وعرفت ان ده تقنية جديدة ومش عايز اعمل الفتح اللي هو بتاع الجراحة طب هل ده معنى ان الفيزر بيفيد الحالات اللي زي كده هنقول لا لو اكتر من 50% الفيزر هنا بقى مايتظلمش يعني ليه درجة معينة مايقدرش يشد اكتر منها النزول الشديد وخاصة السيدات اللي عندهم تراهل في البطن ويه سقوط في البطن هنا مايقدرش نقول ان الفيزر جيه فايه خلاص ده ده الامل ده مش معنى كده ان العملية تشد البطن هدي عملية وحشة فبالتالي الفيزر طلع عشان يلغيها لا ده احنا عشان كنا عملية تشد البطن شريحة معينة من الناس بتستخدق ليه شد البطن اه عملية تشد البطن بتتعامل لناس كتير قوي منها الدرجات البسيطة الفيزر جيه عشان يساعد الدرجات البسيطة دي لحياة لحد 50% من غير ما نفتح نعمل شد التراهلات ولكن اكتر من كده لازم هنحتاج ان احنا نفتح الفتحة اللي هي مكانة قيصرية اللي هي بتبقى طويلة شوية عشان نشد من خلالها البطن فدي حاجة ودي حاجة تاني نرجع تاني يبقى الفيزر وظيفته يعني ليه كذا فايدة ليه شد ليه الجلد كويس جدا بيشفط اكبر كمية من الدهون وفي نفس الوقت بيكسر الدهون بشكل سريع بيخليه وقت العملية اقل بيقدر من خلاله ان هو يحافظ على الدقة المطلوبة اللي بدل ما الجراح يستخدم ايده بالطريقة الكونفنشنل او ترديشنل عادية لا ده بالعكس ده هو بيساعد ان يبقى فيه دقة وفيه تكسير للدهون حتى في مناطق صعبة جدا يعني فيه مناطق فيها كيرفز او منحنيات في الجسم زي الوسط زي الارداف زي الافخاد الحاجات دي بتبقى الحفاظ على الكونفر فيها صعب جدا الفيزر وبالذات تقنية حاجة اسمها الهاي ديفينيشن اه كنا ندخل عالي التحديد اه يعني بنقدر ان احنا نحافظ على الكيرفز اللي موجودة فيه الجسم ونقدر نحددها بحيث ان كان طريقة العادية اللي احنا كنا بنعملها اللي كسر با ايدينا الدهون كانت صعبة قوي تزبط الجزء بتاع الوسط نتائجها بتكون ازاي دكتور اللي هي الهاي ديفينيشن او عالية التحديد دي اه نتائجها زي ما بنقول ان احنا بنحافظ على المنحنيات الصعبة اللي الصعبة انها تتعامل بالطريقة اليدوية العادية فالوسط مثلا من اشهر الحاجات واكتر الحاجات اللي بتهم سواء البنات او الولاد ان هما يحصلوا عليها بعد العملية خاصة موضوع الوسط بقى فيه جزء زي العوامة كده اللي هو بيطالع من الجنبين دولة ده بيداق كتير جدا من الناس لما بتكسر بالطريقة العادية ممكن يبقى فيه اختلاف ما بين الناحيتين ممكن ما يبقاش فيه تكسير كامل للدهون اما الفيزر بيقدر ان هو يعملي في المنطقة دي تحديد تكسير للدهون وفي نفس الوقت تشد للجلد وبالتالي تتنحد بشكل كويس جدا حاجة تانية كمان اللغد منطقة اللغد الحقيقة من اكتر مناطق اللي بتستفيد قوي من الفيزر للاقي ناس اللي عندها اللغد كان صعب بالطريقة اليدوية نحن نكسر الدهون في منطقة حساسة جدا ديقة فيها اعصاب وفيها اوردة مهمة قوي وبالتالي نتيجة في الطريقة القديمة ما كانتش حلوة الفيزر جيه عشان يقدر يفتت الدهون في منطقة صغيرة ديقة وفي نفس الوقت يشد التراهولات ويعمل التحديد بتاعت الفك وده جزء مهم قوي عشان كده فيه ناس دلوقتي بتسأل على تحديد الفك اللي هي النفرتيتي لك عشان شكل التمثال بتاع النفرتيتي بين قوي الوجه والفك متحدد ونازل مع الناك والرقبة فالجزء ده شكل جمالي معروف الفيزر هنا بيقدر يدينا الشكل ده يعني الفيزر حاج ممكن يعني يستخدم في المناطق اللي هي الحساسة زي الرقبة عادي جدا بالعاكد ومناطق تانية كمان منطقة التحت الدراعين او الباط بيبقى فيه بعض التكتلات الدهنية وفيه ناس بتشتكي خاصة السيدات انه بيبقى فيه حتة طالعة كده وبتبقى مدايقها في اللبس وبتبقى طالعة من البراء فدي بتبقى محددة وتبقى زيادة ومش عارفة تشيلها منطقة محددة زي كده الفيزر بيبقى ليها دور كبير وتبقى صغيرة والفيزر سهل انه هو يتخلص منها تماما الحاجة التانية كمان على كل بحكي مشاكل الناس كتبين حاجة بتشوفها تماما الدهون اللي بتبقى متراكمة حوالين الركب يعني تبقى فيه حتة كده في الجنبين كده في الرقبة الطريقة الهدوية العادية صعبة جدا نتحدى تمشي جنب الرقبة لان دي برضو منطقة حساسة وفيها مفصل وفيها أعصاب وفيها أوريدة بيبقى صعب جدا الجراح يدخل يكسر بإيده وبالتالي هنا كتير جدا ما كانوش بيستفيدوا من الطريقة القديمة الفيزر برضو آمن جدا ان احنا نقدر ندخل على المنطقة المحددة اللي في مكان هام ومكان حساس نقدر ان احنا ندوب الدهون ونخرجها بمنتهى الأمان الحقيقة ده لا يغني أبدا عن مهارة الجراح يعني أنا دلوقتي لما جيبنا جهاز الفيزر ده مش معناه ان الفيزر بيشتغل لوحده يعني لما ميجيب الفيزر لازم بيبقى فيه مهارة وتقنية وحرفة فيه الأداء وفن يا دكتور وفن لان هو نسبة وتناسب يعني الجهاز مش بيستشعر المنطقة وبيدخل يهاجمها لوحده لا ده لازم الجراح يوجهه بتردد معين هو اللي بيغيره الحاجة التانية فيه حاجة اسمها تولز أو أدوات يعني عملية الشفت فيه ناس بتعتقد أن هي عملية تفريغ يعني هي منطقة دهون أخرج الدهون وخلاص وده بيخليه بيستعمل بعض الأدوات العادية جدا اللي هي زي مثلا كانيولة طويلة أو حاجة استوانة أنبوبة رفاية جدا ويفضي منها الدهون عايز أقولي الأنبوبة دي لو إحنا جينا بصينا للشركات اللي بتصنعها هي مصنعة آلاف الأنواع منها أشكال مختلفة وفتحات مختلفة وكيرفات مختلفة المفروض جراح التجميل يبقى عنده سيتنج يعني سيت كاملة للحاجات اللي زي كده عشان الأجسام مختلفة مناطق الدهون مختلفة حتى اللي بيقول منطقة زي كده منفرش أدخل بأنبوبة كبيرة عشان أشفط حتة زي كده لازم يكون عندي الأدوات الخاصة بحاجة زي كده